اشتركوا في القناة في برنامجنا عما تسألون الذي نحاول فيه ان نعيش ونعيش ونفهم ونتذبر ونتفكر لنعمل مع جزء عما تسألون اذ هو اكثر ما يطلى ويسمع من كتاب ربنا جل وعلا في حياتنا وفي صلواتنا وفي تلاواتنا لذلك اريدك ان تعيش معه ودائما اؤكد انما نريد ان نعيش الآيات لا اريد ان تخرج بفهم الكلمة ومعناها وانقضى الامر لا ستحب ربك لو عشت مع كلامك ستحب ربك لو عشت مع كلامك لو وصل القرآن الى قلبك وهذا هو مقصدي اريد ان يصل الى قلبي وقلبك لن تشبع ابدا حتى تلقى ربك وتسمعه يتكلم يقوله اثمار ابن عفان لو طهرت قلوبنا ما شبعك من كلام ربنا هو ده اللي اوصل معك بي انك ما تشبعش من القرآن انك ما تشبعش الا بالقرآن انك ما تسعدش الا مع القرآن انك تفهم وتعيش وتعايش وتذبر وتستلد بالقرآن ولا زلنا مع سورة التكوير هذه السورة التي مضى بنا الكلام فيها طويلا وهي تصور القيامة تصور قيامة رأي عين كما تحدثنا عن هذه الانقلابات الكونية التي تحدث في اول السورة ثم حذرتكم باللقاء الماضي من الحضور امام الله جل وعلا يوم القيامة علمت نفس ما احضرت ثم تبدأ دفقة جديدة او موجة جديدة او رسائل من ربنا جل وعلا جديدة بل يقسم الله جل وعلا في مطلعها وهو اصدق القائلين لكن قسمه العظيم وهو من قبل العظيم جل جلاله يقسم على شيء عظيم ليلفت نظرك لينبهك ليعظك ليذكرك بشيء عظيم او اما تلاقي ربنا في القرآن بيقسم وقف انتبه فهو العظيم سبحانه وتعالى يقسم بعظيم بيه نفسه حاجة كبيرة ويقسم على شيء عظيم يقول الله جل وعلا فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عسعس والصبخ اذا تنفس انه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع مطاع ثم مأمين وما صاحبكم بمجنون الايات يقسم الله العظيم بشيء عظيم وهو النجوم النجوم وهذا قول جمهور العلماء فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس دل حاجة واحدة بس النجوم على حالاتها وهذا من العظيم قسم عظيم يقسم ربنا على ايه انه لقول رسول كريم اي هذا الكتاب العظيم يقسم الله جل وعلا ليؤكد للناس صدقة يبقى يحفظ العبارة دي تسمع كتير العظيم يقسم بعظيم على شيء عظيم يبقى اول ما تسمع قسم في القرآن طوف انتباه تنتبه الله جل وعلا العلي الاعلى الكبير المتعال الجبار المتكبر العظيم يقسم بشيء عظيم ليس لك ان تقسم الا بربك فليس في قلوبنا اعظم من ربنا من كان حالفا فليحلف بالله انت ما تحلفش الا ربنا بس لا تحلف بابائكم ولا امتكم ما تحلفش بالنبي تحلفش بالعشر دول تحلفش برحمة ابوي الغالي تسمع كده واحد في الشراء يقولك ورحمة ابويه لما تحلفش به كده يعني انت كدب على طول الا لما تحلف رحمة ابوك لا لا يجوز ان تعظم فوق ربك شيئا من كان عريبا فليحلف بالله لان ده اسمه شركة اصغر انت ما تحلفش الا بالله بس وكفارتها لو وقعت انك تكون لا الانات وحي لله لسه اول امس والله ماشي ببيت كده فاتنين ماشيين جمع بعض فالتاني بيقول له والله انت كدب والله انت كدب وطول امرك كدب قال له طب وغلاوة العربية البيئم ده هي ما بكتب عربية معدية كده بقول له وغلاوة العربية البيئم ده هي ما بكتب هو ده يعني بالنسبة لك ده العظيم انك ما تحلفش كدب ببيئم ده 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 متن ايجبت ايمان المصيرين الغريبة لك والعشرة دول ومش عارف نتعفة والنعمة ورحمة الغالي ومش عارف وطبعا بقى على الطلاق ده 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 الليه لما يحوز بقى يأكد بقى اعظم يمين ليس لنا ان نعظم اعلى من ربنا فالله هو الذي يقسم بما شاء لانه يريد ان يعظمه في قلبك ويقسم على اي شيء شاء اذا اراد ان يعظمه في قلبك الشاهد فرصة الكلام اذا سمعت ربك جل وعلا يقسم فانتبه فانما سيقسم بشيء عظيم على شيء عظيم هنا اقسم ربنا بالنجوم وهذا قول الجمهور العالماء وان كان في قول الكنس الجواري الكنس قولي بانها البقر وحشي وقولي بانها الضباء لكن جمهور العلماء وهذا هو الراجح ان الله يقسم بالنجوم هي النجوم عظيمة ايه والله عظيم من شانا اللي يقول العظيم ده ربنا اللي قال ربنا قال فلا اقسم بما واقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم والآية دي والآية دي فهي اعجاز علمي والله فهي اعجاز علمي حتى تعلم العظم انا عاوز بس اوصلك ان ربنا بوكس بعظيم بصورة واحد بعتها لي المحمول تخيل لو ده لو ده المحمول قدام عينك واحد بعت لي صورة على الواتس صورة على الواتس عبارة عن ايه الشاشة قدامك اهين في الشاشة وعبارة عن الرسالة عبارة عن كده عبارة عن دايرة كبيرة مليا الشاشة دايرة كبيرة مليا الشاشة فارس وجنب الدايرة نون عشر نقط عشر نقط جنب الشاشة كده في الجنب الدايرة دي هل بقول دي ايه صورة دايرة كبيرة برتقاني حمرى دم برتقاني وجنبها نقط صغيرة وبين وفي نقطة فسطون كده صغيرة خارص مش بينة عمل عليها سهم كده وقال لك هنا الكرة الارضية يقول لك ان دي صورة صورة للمجموعة الشمسية من خارج المجموعة الشمسية بالمكوك الفضائي اللي عرسلته امريكا سنة 76 وبيرسل صور فضائية فدي صورة للمجموعة الشمسية عبارة عن ايه الشمس تابعة عن نجم نجم واحد هنا بنقول الخنس اللي هي النجوم اللي الشمس واحدة منهم فعملت سهم كده يقول لك هنا الكرة ارضية الكرة ارضية دي اللي فيها اللي فيها الامارات والدولارات والريالات والبترول ونطيحات السحاب وفيها الملاعب وفيها الشاشات وفيها الدول وفيها القرات وفيها المحيطات وفيها وفيها تماني مليار إنسان في النقطة الثقيرة اللي مش جاي برأس السهم قول لك هنا الكرة ارضية اللي بيتعارك فيها الناس وبيتحارف فيها الناس وفيها النوى وفيها الطائرات وفيها الدبابات وفيها الصواريخ وفيها البشر في النقطة دي اللي هي بالنسبة للشمس واحد على مليون بقيت للمنظر ده أنا بس عشان عاوز اوصل لك حاج ما كنت وتعرف لما ربنا يقسم بالنجوم تعرف ان حاجة عظيمة انت ايه بالنسبة للكرة ارضية لا لا انت ايه بالنسبة للمجموعة الشمسية اللي هي شمس قد الارض مليون مرة وحوالينا عطارد والزهرة والارض والمريخ والمشترة وزحل وقرانوس ونبتن وبلوتو الناس اللي قعدة بقولك احنا وصلنا للأمر الأمر ده واحد بس حوالينا الارض المشترة حوالي حوالي 26 قمر فيما اعلم يعني ده كلها عبارة عن النجم اما بقيت النجوم ايه ده درب التبانة فيها ميت مليار شمس ميت مليار نجم عشان تعرف لما ربنا يقول الفلأ وصلنا بالخنس اللي هي النجوم اللي لسه ما شفتها عاش خنس يعني خافية وجواري اللي انت شايفها بتجري قدام عينيك وكنس اللي خفيت اصلا من زمان غابت خلاص ما هي دي مراحل النجوم النجوم فيها خنس لسه ما ظهرتش لك لسه ما ظهرتش وفيه جواري شايفها ودام عينيك وفيه كل نس خلاص ماتت او ذهبت وانت حتى لو انت نسه شايفها مش موجودة اصلا عنشان كده ربنا سمحت المحاضرة دارت ما بين الدكتور فاروق الباز مسجلة عندي شريط شرائب تاع زمان وما بين الدكتور فاستاذ فاروق الباز اللي هو في وكارة ناسها فضائية والاستاذ الدكتور عبد المجيد الزنداني رئيس جمعية الاعجاز العلمي العالمية سابقا رحمه الله تعالى حوار بسجل ما بين الاثنين وسمعت هذا ايضا من الاستاذ الدكتور زغلول النجار هو بيعلق على الاعجاز العلمي في قول الله تعالى انا عاوزك بس تعيش العظمة وانت بتسمع اليمين ده وتسمع القسم يا ربنا تعيش العظمة تعيش الجلال تعيش المهابة هو ده اللي عاوزك تعيش مع القرآن مش قسم وخلاص عشان تعرف ان اللي جاي حاجة كبيرة اوية ربنا هيقسم عليها اللي هي القرآن برضو انه لقسم لو تعلمون عظيم لما ربنا بيقول فلا اقسم بمواقع النجوم بيقولك اني ربنا ما قال هنا فلا اقسم بالنجوم نقلك بمواقع النجوم ليه قاية نديا فصلت 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 النجوم ان هي الخنس وانها جواري وانها كنس هي دي حياة النجم يبدو خافيا عن اعين الناس ليه لو ربنا خلق نجما معينا الآن حضرتك بينك وبين النجم ده مثلا خمس خمس ملايين من السنين الضوئية بينك وبين النجم خمسة مليون سنة ضوئية عشرة مليون سنة ضوئية يبقى عشافت عشان تشوف النجم ده محتاج الضوء يخرج منه عشان يوصل لك في الكرة الارضية وتشوفه الضوء يفضل ماشي قد ايه يفضل ماشي عشرة مليون سنة ضوئية عشان تشوفه النجم ده عمره قد ايه اصلا هيعيش النجم الشمس اللي هتعيش قد ايه هتعيش خمسة مليون سنة يبقى حضرتك الضوء لما وصل لك بعد عشرة مليون سنة من خلقه كان اصلا النجم ده مات واصبح كنس خلاص اتشالت كان صراح كان هو في الاول كنس طالع ما تشوفتوش لما طلع من عشرة مليون سنة انت ما شوفتوش اصلا فده كنس عارف كنس يعني يعني مختفي زي ما ربنا بيقول من شر الوسواس الخناس الشيطان بيوسوس لكن الخناس يعني ايه يعني بيختفي اول ما تذكر ربنا الشيطان بيختفي يغرب على طول فالنجوم ده في الاول كانت مختفية انت مش شايفها اصلا مع ان ربنا خرقها دي خنس عشان كده ربنا اقسم بموقعها حتى لو هي مش موجودة انت شايف موقعها الوقت النبي عليه السلام لما لقيه ابو غريرة في الطريق وكان ابو غريرة جنبا كان ابو غريرة جنبا فلقي النبي عليه السلام فاستحيى من رسول الله ان يلقاه وان يسلم عليه وجنوب قال ابو غريرة فانخنست منه يعني استخبيت يعني اختفيت من قدام عيني النبي اسم مكسوف يبقى الخنس يعني ايه المختفية الجواري بتجري قدام عينيك شايفها انت بتجري شايف النجوم بتجري شايف الشمس بتجري والشمس تجري مستقر لها شايف القمر بيجري ده اسمه جواري بيجري قدام عينيك كنس يعني غيب يعني غابت عن عينك ودي حياة النجم على مستوى الايام وحياة على مستوى السنوات الضوئية يعني النجم انت لاتي لبصت بالنهار في السماء شايف نجوم لا هي خنس مش مختفية عنك صح؟ بس هي موجودة مش موجودة لا موجودة وبتجري وفي ناس تانية شايفينها يبقى هي في نفس الوقت هي خنس وفي نفس الوقت هي جواري وفي نفس الوقت هي كنس اصلا ماتت وخلصت وانتهت واستقرت والموضوع خلص من زمان اصلا هرجع لك للتاني كلامي استاذ وتول زور النجار وبيقول فلا اكسم مواقع النجوم ربنا قال هنا بمواقع النجوم ليه؟ مع ان ده ربنا قال وانه لقسم الله تعلمون عظيم ليه؟ لان اللي انت شايفه ده النجم ده مش موجود اصلا كان كنس بدأ كده يعني وكان جواري واصبح الان كنس يعني انتهى مات خلاص طيب انت شايف ايه؟ فيضل الضوء يمشي عشر مليون سنة اللي انت شايفه ده النجم اللي انت شايفته عينيك اول ما وصل لك بعد عشر مليون سنة اصلا النجم ده كان مات وخلص واصبح كلنا من خمسة مليون سنة او بان انت شايف ايه انت شايف الموقع اللي كان فيه بس كن كله بجري كن كله بيتحرك مفيش فيه شيء ساكن كله بيتحرك من الذرة وما دونها الى المجرة وما فوقها الكل بيتحرك كل في فلك يسبح كل خلق الله يسبح حتى الملائكة والنجوم والأفلاك والأرض والسماوات والجمادات والساكنات والمتحركات كل ده بيتحرك جواه انت شايف ده ساكن لا ده جواه ذا الرب تتحرك الكترونات وبروتونات ونيترونات كله بيتحرك جوا الالكترونات والنيترونات والبروتونات كل ده حاجات جواه الكون كل يتحرك فالربنا عزل بيقسم بهذه الكائنات المخلوقات العظيمة النجوم التي لها أحوال تخنس تختفي تجري قدام عينيك بتعرب بها المواقع وتعرب بها الشمال وتعرب بها وتهتدي بها في ظلمات البلد والبحر وفي الليل أو في آخر الليل تكون تغيب تبقى اسمها كنس أو إنها أمام عينك الآن وفي الحقيقة أنها كنس كل ذلك لتعلم عظمة ربنا جل وعلا طب سؤال استنى استنى هو ربنا قال أصلا فلا أقسم بالكنس والآية الثانية فلا أقسم يبقى إذا ربنا كده ما بقسمش لا لا هنا لا هنا لا أسلوب بلاغي في اللغة العربية قيل إنها زائدة زيادة في البلاغة زيادة في القسم زيادة في التأكين زيادة على أن الله جل وعلا يثبت هذا في ذهنك وهذا في القرآن كثير يعني لما تقول الواحد يقول لك لا والله طب أنت ما بتقسمش ولا بتقسم لا أنا بقسم بس كل ما تلاديا مقدمة في اليمين تأكيدا وهذه اللغة العرب زائدة للتأكيد ربنا عزال يقول لإبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ألا تسجد وربنا أمره ألا يسجد ولا أمره أن يسجد معناها ما منعك أن تسجد كما في عيث الأخرى بس دا تأكيد على كلام ربنا جل وعلا في ذنب الشيطان أنه لم يسجد لربه قال تعالى لألا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء وربنا بيقول هذا عشان أهل الكتاب لا يعلموا ولا عشان يعلموا أنهم لا يقدرون على شيء عشان يعلموا إنما الله هنا زائدة وهذا نفي لكلام متقدم وتأكيد لكلام لاحق يعني يقول لا والله يعني الكلام اللي فات لا يسمع بأنه أقولك والله أنا رحت لا والله دا نرحت لا والله لنا جايب لا والله لنا سافر لا والله لنا شيء يبقى دا نفي لكلام متقدم وتأكيد لكلام لاحق وهذا قول جمهور العلماء بل هو الإجماع هنا يقول الله فلا أقسم بالخنس يعني يقسم الله بالخنس فلا أقسم بمواقع النجوم يعني يقسم الله بمواقع النجوم لازال قسم الله قائما قال أقسم بالكنس الجوار الكنس وربنا أحلب بإيه والليل إذا عس عس برضو الووضي معطوفة على القسم يعني يقسم الله جل وعلا بالليل والليل ده حاجة عظيمة أبو الله والليل إذا عس عس الكلمة دي ما فيش زيها في أي لغة في الدنيا ولن تجد تعبيرا أبلغ من تعبير القرآن في هذه الكلمة والليل إذا عس عس عارف كلمة عس بيقولك كلمة عس 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 يعني يعني تحرك يعني أظلم طب هو الليل بيتحرك بيقولك الليل ساكن لا هي كده الليل كل ما فيه يتحرك لكنك لا ترى ولا تشعر ولا تنظر إلا ما دونك أو إلا ما أدركه عسك لكن يوعى تكون فاكر لما الدنيا ظلمت ولا العجل إن الكون وقف لا عشان كده يقسم الكلمة دي نصصين عس عس عارف كلمة عس يعني إيه يقولك عس بالليل أو عمر بيكتب خرج يعس في الليل يعني إيه يعني بيتحرك في الليل وسط الناس يشوف يبقى كلمة عس يؤكد الله جل وعلا مرتين أنه في الليل في الليل الكل يتحرك لكن انت اللي مش شايف الكل يتحرك قيل والليل إذا عس عس أي أدبر آخر الليل انت فاكر خلاص أنه كل نام وكل سكن وكل هدأ وما فيش حاجة خلاص بتحرك في الكون لا والله الليل فيه عس وفيه عس يعني فيه حركة دؤوب دائمة لا تنقطع أبدا لكن الذي يطلع عليها هو الله جل وعلا والليل إذا عس عس معنى الليل إذا عس عس إذا أدبر والصبح إذا تنفس يعني الصبح إذا أقبل يبقى أنت اهتفهم أن كل ما في الليل متحرك وكل ما في الكون متحرك وإن ظهر أمامك أنه ساكن هادئ لكن كله يسري بأمر الله جل وعلا كل يجري لمستقر له بأمر الله الشمس اللي انت مش شايفها بالليل لا داب تجري بتتحرك حتى تستقر تحت العرش وتسجد وتسأل الله جل وعلا وسيظل تظل حركتها حتى يأمرها الله جل وعلا أن تقف يوم القيامة قال تعالى كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر الأيتندول زي الآدي والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس لا يوجد كلمة ترادف هذه الكلمة يريد الله جل وعلا أن يصل بعباده إلى عظمة هذا الكون إلى عظمة الليل إلى عظمة الصبح إلى عظمة الخلق لأن العظيم يقسم بهذا العظيم على شيء عظيم إنه لقرآن كريم هذا ما نتناوله في اللقاء القادم بما يقسم الله بالقرآن أسأل الله تعالى أن يملأ كل منة عظيما وإجلالا وتقديرا له إن أولي ذلك والقادر علي وصلى الله عليه وسلم وبركة النبي محمد الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته